بسم الله الرحمن الرحيم لا زلنا في أي كتاب كتاب الأيمان قوله عليه الصلاة والسلام اليمين على نية المستحلف ما معنى هذا الكلام يعني لو أن الظالم حلف يمين وفيها تورية ومعنى في نفسه غير المعنى الذي يريده المظلوم هل يكون له مخرج نعم لا يكون له مخرجا كما عندما يشير بالعصى إلى الأرض ويقول والله إنها حق وهو يقصد العصى وهو يقصد العصى فهذا لا ينفعه ولا يظن بأن هذا صار له بذلك مخرجا طيب بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله باب الاستثناء والاستثناء في اليمين كما سمعتم إذا حلف والله لا أزور النكى ثم يقول بعد ذلك إيش إن شاء الله فإنه إذا قال إن شاء الله ولم يزره هل عليه كفارة ليست عليه كفارة يكون قد حنث في يمينه تراجع عنها مجانا أي بدون كفارة ولهذا العلماء ينصحون بأن الواحد إذا حلف يقول بعد اليمين إن شاء الله فإن يسر الله فعل ما حلف عليه فذاك وإن لم يتمكن من الوفى بيمينه فإن كلمة إن شاء الله تكون مانعة له من الكفارة قال رحمه الله عن أبي هريرة أحسنت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبو هريرة ما اسمه أحسنت مختلف في اسمه قيل عبد الرحمن بن صخر الدوسي وقيل غير ذلك لكن هذا هو المشهور عبد الرحمن بن صخر لماذا اختلف الناس في اسمه؟ لأنه كان مشهورا بكنيته كان مشهورا بكنيته وكما تلاحظ قد يأتي الواحد هنا يبقى سنين ومعروف عندنا بكنيته معروف بكنيته ولا ندري ما اسمه ولهذا ولهذا فأبو هريرة من هذا الباب رضي الله عنه كان مشهور بالكنية وكنيته أبو هريرة وهل صحيح بأنه تكنى بهذه الكنية لأنه كان يحمل الهر في كمه لا يثبت نعم فبعضهم يقول بأنه كان يحمل الهر في كمه ولا يثبت ذلك قال عن نبي هريره أحفظ أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ويقول ويبين سبب حفظه عندما قال من قال لقد أكثر أبو هريرة يعني أكثر من رواية الحديث فقال مبينا سبب كثرة ما عندهم الحديث لقد كان إخواني الأنصار في مزارعهم وإخواني المهاجرين في الأسواق وكنت ألازم رسول الله صلى الله عليه وسلم على مل بطن يعني يلازم رسول الله القوت الضروري إذا وجد من يعطيه القوت الضروري فالحمده الله ويبقى ملازما يسمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولهذا الآن من أقصى الدنيا من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها في العالم كله لا تجد واحدا يذكر أبا هريرة إلا ويترضى عنه فانظر كيف ترك للناس خيرا أصحاب الأموال ينتهي صاحب المال ينتهي ولو كان من أكبر الأثرياء ولو كان قد فعل خيرا بماله لكن انتهى وذهب ماله لكن صاحب العلم وصاحب الخير يبقى الثناء الحسن مداوما ومصاحبا له على مر الدهور والأزمان ولا شيء يدوم فكن حديثا جميل الذكر فالدنيا حديث يبقى الثناء وتذهب الأبدان ولكل دار دولة ورجاله فإن الثناء الحسن يجعله الله سبحانه وتعالى لمن يشاء من عباده كما دعا إبراهيم فقال واجعل لي لسان صدق في الآخرين يعل لي لسان صدق في الآخرين أي الثناء الحسن ولهذا أجمعت الأمة كلها على الثناء على إبراهيم حتى اليهود حتى النصارى كلهم حتى كفار مكة كلهم يثنون على من؟ على إبراهيم نعم الفضل بسم الله الرحمن الرحيم تكيendelea na darasa hii ولكوا kwenye Babu al-Aiman منغو huu likuona msungumzia viyapo vile viyapo ambavyo watu wanaapa uyo huu منغو badu tunaendelia nao kwa kasema mtu anawaza kuwapa kitu lakini ikawani tofuoti alamehapa kiapo ambacho ni cha uongo alamehapa lakini hicho kiapo alicho kiapo ni cha uongo sio cha kweli wehu mlango mekuja kubainisha makosa ya watu kuwapa ovio ovio bila sababu pia mekuja mwenye kuwapa lauhu haja tekeleza kile kiapo chake inakua kwa keee badai anakua anatoa kafara jinsi libio elekezo katika hadithi hakasema katika mblango tulio uchukua jana mblango anawaza mzungumzia kuhusiana na yaminu alhalif alani yadul mustahalif hakasema maana yake yani kiapo ambacho kinatakiwa ni yule niya inangukia kwa yule mwenye kumutaka mwenzake haweze kuwapa yani yule mwenye haki basi anamambia mwenzake haweze kuwapa kuyo hiyo niya ndi nazingatiwa hata kama huyu ameapa kwa namna nyingine kwa hila nyingine ambe anamudanganya basi niya inangalua kwa yule mwenye kumutaka haweze kuwapa jinsi liwe elekezo jana kama katika hile arith anasema ondahi inaha haki kasema hiyo ni haki yangu ameshikilia fimbo hili anashiria hili hili niya kwangu kumbe yanakusulia fimbo sio hiyo arithi kwa hiyo nakua hameenda utofoti hakasema katika semu liyo mwenye mwenye babu listithina ambetu liuchukua jana ni maana yake ni mtu kuwapa alafu naleta inshaallah kama mesema labda ntakutembelea takua seme inshaallah yani umeyapa kiapo alafu kamuambia ntakutembelea takua lete inshaallah basi ikitokia hujaenda huja mtembelea alafu nileta hiyo inshaallah basi nakua wewe hauna makosa mekua mejikinga na kafara yani hawezi kutua kafara tena masababu uli sema inshaallah weyo nikatika umulango uli kuja kuheneza maswala kama haya hadithi anasema alabi hurera hadithi mepokilwana abi hurera ambe ni hini kunia yake lakini jinalake anaitua abduro rahmani buniswakar kasema yapo majina mengi ambe alihitua lakini jina ambao wamekubaliana ni abduro rahmani buniswakar hili ndiyo jina ambao anaitua nalo kasema walitofuotia na katika jinalake yani walitofuotia na wengine wakasema jinalake ni fulani wakasema hiyo abduro rahmani akasema kwa sababu ye alikuwa na fahamika yani alikuwa ni marufu kwa kunia yake kwa sababu ye alikuwa ni marufu kwa kunia yake kwa sababu alikuwa alikuwa na mbeba kile kipaka kile kipaka na mbeba katika mkono wake wakanzu hivi basi ya kaitua hivo kwa sababu alikuwa na mbeba sana paka hii ni sawa lakini kasema hii sio sawa sio kwa mbeba alikuwa anambeba wiyo paka jokawa na ito abu huraira hii sio sawa wiyo huyu alikuwa tu hiyo kunia jinsi ilivi onyesha hapa katika hadithi yake wakasema pia abu huraira pia nimiongon mwa watu ambe walikuwa ni wameifathi hadithi nyingi za mtume salawadhana salam huyu pia alijitahidi kuhifathi hadithi kwa mtume salawadhana salam kuliko wengine masababu yaya alipo uleizu alabda wanini hameifathi hadithi nyingi kuhiyo jibu ni kuamba yaya alikuwa na amiliana na mtume mdaote wa yaya alikuwa na amiliana na mtume salawadhana mdaote jikawa yaya na hadithi nyingi kuliko na wengine lukizako wengine walikuwa wengine wako masokoni wengine wako kazini kwayo kuhiyo likuwa hawana hawatili umuhim masomwa au hadithi kuhiyo yikawa yaya yikawa yaya na ambatana na mtume salawadhana salam mdaote yikawa ni ni mtu ambe mwenye hadithi nyingi sana kuhiyo yikawa yaya amepoke hadithi nyingi kwa mtume salawadhana salam kwa sababu yaya likuwa nakaa sana njuri angalia pakase abiureira natajwa kila sehemu kwenye vitabu anatajwa kwayo ameacha sifa ambe ni njuri kwa sababu mtu ambe ni sifa hii labda hana elimu kubwa hajeifathi hadithi nyingi basi hawezi kukumbu kwa tena hata kama mekufa hawezi kumbu kwa mfano yule ambe alikuwa na mali nyingi ni tajiri mkubwa akifatu hivi basi hawezi kukumbu kwa tena watu amesha sahau lakini wanye hadithi nyingi kama huyu hata kama amesha fariki amekufa badu anatajwa tu kwayo ni semu ambe njuri ya amechipatia kipatu kwa kuyifathi hadithi nyingi kwa sababu aliamiliana mudamrefu kwa mtume sallallahu sallam kwa kuyifathi hizo hadithi kwenye na kuwa ni alitumia mdawaki mwingi kuyifathi hadithi na aliacha mambo mengine kazi aliacha kazi ingine ambazo hazina muhimu sana kwenye hadithi natuelezea kuhusiana na habadi za huyu abu huraira jinsi halivi yukua katika zamahizo dan kim cum yuk tell em yuk قال فيجيبني عمر ويمشي ولم يتفطن لما أريده قال واعترض طريق أبي بك فأسأله عن آية قال فيجيبني ولم يتفطن لما أريده فيمضم قال فإذا برسول الله عليه الصلاة والسلام يقول يا أباهر تعالى فأدخله وأكرمه وكان عنده شيء من اللبن فقال له ادعو أصحابك في الصفة فدعاهم فشربوا جميعا وبقيا فكان أبو هرير يشرب والنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن يريد أبو هرير يقول اشرب أباهر قال فأشرب أقول خذ اشرب أباهر قال قلت يا رسول الله لا أجد له مسلكة قال بقي فضله بقي فشربها النبي عليه الصلاة والسلام سمى وشرب انظر إلى الحال التي كانوا عليها ثم بعد ذلك بعد أن كان أبو هرير يسقط من شدة الجوع صار أميرا بعد ذلك وهكذا بعد العسر يسر ومهما يعني طال العسر ومهما حصل لابد من يسر فالله يقول إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فلن يغلب عسر يسرا والإنسان يثق بالله سبحانه وتعالى ويتوكل عليه ويذكر قول من قال عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب مهما اشتدت الأحوال فالله كريم سبحانه فإن دوام الحال من المحال قال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سليمان بن داود سليمان بن داود من أبوه؟ داود عليه الصلاة والسلام وسليمان بن داود نبي ابن نبي والسؤال هل سليمان مع أبيه كان قبل موسى أم بعد موسى؟ مع الدليل بعد موسى ما الدليل؟ الدليل قوله تعالى ألم تر إلى الملأ من بعد موسى؟ ثم بعد ذلك ذكر قصة من؟ داود وقتله لمن؟ لجالوت ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى؟ إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله هذا الملك يسمى طالوت وكان من ضمن الذين معه في جنوده من هو؟ داود داود كان من ضمن الذين معه مع الملك طالوت هذا يدل على أنهم بعد موسى عليه الصلاة والسلام أي بين موسى وعيسى بين موسى وعيسى وسؤال آخر هل بين عيسى وبين نبينا عليه الصلاة والسلام أنبياء؟ ما في والدليل؟ أحسنت ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه؟ أحمد فهو قد بشر برسول الله عليه الصلاة والسلام ما شاء الله قال سليمان بن داود نبي الله لأطوفن الليلة على سبعين امرأة أي يجامع في تلك الليلة سبعين امرأة وفي رواية مئة امرأة ولهذا أعداء الإسلام طعنوا في هذا الحديث فقالوا كيف واحد يستطيع أن يجامع مئة في ليلة واحدة كيف هذا؟ والجواب الله على كل شيء قدير جعل الله في أنبيائه قوة ما لم يجعل ذلك في سائر الناس وهذا نبينا عليه الصلاة والسلام كما في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام طاف على زوجات بغسل واحد طاف على نساء بغسل واحد وهن إحدى عشرة امرأة وطاف عليهن في ساعة بغسل واحد الله سبحانه وتعالى يجعل قوة حتى قيل في النبي عليه الصلاة والسلام جعل فيه قوة ثلاثين هو الثلاثين رجل نعم وبعض العلماء يقول هذا بسبب انشراح الصدر انشراح الصدر بسبب النبوة ولهذا كلما كان الصدر من شريحاً كلما كان له رغبة في نسائه وكلما كان القلب والصدر يعني يعيش في حالة ضيق وهم وغم وتعب ومشاكل لا يجد رغبة نعم فسليمان قال لأطوفن يعني يمين لأن اللاب وقع في جواب القسم أي والله لأطوفن الليلة على سبعين امراء وفي رواية مئة وفي رواية ستين وهذا العدد القص منه التكثير يعني بعض المئة من أزواجه والبعض من إمائه البعض من زوجاته والبعض من إمائه وفي شرق من قبل نائج جزلهم الزيادة على أكثر من أربع وفي هذا رد أيضا على النصارى الذين يقولوا لا يصلح الزواج إلا بواحدة فتراه يتزوج واحدة ثم يضع له أخدان صديقات ولهذا كما يقولون أكثر الغرب لقطة يعني قلة قليلة الذين لهم آباء آباء شرعيين يعني في زواج على شرعهم في زواج حصل زواج وإلا فالغالب لا يعرف لهم أب الغالب لا يعرف لهم أب نسأل الله السلام والعافية قال أطوفنا الليلة على سبعين امرأة كلهن تأتي بغلام يقاتل في سبيل الله فيه طلب الولد من أجل مصلحة شرية كأن يقول الواحد اللهم ارزقني ولدا عالما أو ارزقني ولدا مجاهدا كما هنا فسليمان يريد غلمان يجاهدون في سبيل الله ولا باس أن تدعو الله أن يرزقك ولدا يحمل صفة طيبة وكما سمعتم بأن الإنسان إذا دع الله أن يرزقه درية لابد أن يقيدها بطيبة قال ربي هب لي من لدنك درية طيبة لأن الدرية ربما كانت شر على الواحد تذيقه العذاب وتذيقه يتمنى أنه لو كان عقيما ويتمنى أنه ما عرف أم هذه الولد أو هذه البنت فكم من بنت أبكت والديها وأيضا وكم من شاب أبكى والديه الإنسان يدعو الله بصلاح الذرية وليس فقط يريد ذرية قال تاتي بغلام يقاتل في سبيل الله فقال له صاحبه أو الملك الملك الذي يأتيه بالوحي قل إن شاء الله فلم يقل ونسيه يعني لم يقل ليسه لم يقل معرضا عن ذلك حاشا إنما نسيه حصل عنده سهو فلم يقل إن شاء الله لأن البعض قد يظني أن تركها عمدا لا هو لما قيل له قل إن شاء الله نسيه نسيه أن يقول إن شاء الله فلم يقل ونسيه فلم تاتي واحدة من نسائه إلا واحدة جاءت بشق غلام سبحان الله هؤلاء السمعون من أزواجه وإمائه ما ولدنا ولا حملنا إلا واحدة بنصف ولد إيش معنى نصف ولد أي لم يكتمل نموه لم يكتمل لأن الشيء بيد الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله فرب واحد يريد أن يسافر ما قال إن شاء الله وكان عازما ما استطاع فالأمور بيد الله دائما في الأمور المستقبلة قل إن شاء الله سأسافر قل إن شاء الله سأحضر قل إن شاء الله سأزور قل إن شاء الله سأفعل غدا قل إن شاء الله سأفعل كذا إن شاء الله أما الأمور الماضية خلص ما تحتاج لإن شاء الله قد مضت وانتهت لكن دائما انتبه فإذا كان هذا حصل لسليمان بسبب أنه لم يقل إن شاء الله فغيرهم من باب أولى بل نبينا عليه الصلاة والسلام لما جاءته أو جاءه وفد من قريش وناس من قريش عندما قال اليهود اسألوه عن ثلاث فإن أجابكم فهو نبي اسألوه عن خبر الفتي الذين جاءوا من مكان وكان في أمرهم عجب واسألوه عن الروح واسألوه عن الملك الذي يطوف الأرض فلما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام قال سأخبركم غدا ولم يقل إن شاء الله فتأخر الوحي خمسة عشر يوما تأخر الوحي خمسة عشر يوما إذا الإنسان بعض العلماء يقول وجاء قوله تعالى بسبب ذلك ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله إذا دائما إذا تريد شيء في المستقبل قل إن شاء الله قال فلم تأتي واحدة من نساء إلا واحدة جاءت بشق غلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو قال إن شاء الله لم يحنث يعني لو قال إن شاء الله لم يحنث أي لن يرجع في يمينه وكلهن ستلد غلام يقاتل في سبيل الله انظر يعني بسبب كلمة إن شاء الله ولو قال إن شاء الله لم يحنث والحنث له معنيان المعنى الأول بمعنى الرجوع في اليمين إذا ندم أو رجع عن يمينه والمعنى الثاني للحنث هو الذنب العظيم الذنب العظيم ومن ذلك قوله تعالى وكانوا يصرون على الحنث العظيم أي على الذنب العظيم إذا هذا معنى الحنث فإذا حنث الرجل في يمينه فعليه كفارة إلا إذا قال إن شاء الله فليس عليه كفارة قال ولو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا له في حاجته وكان دركا له في حاجته أي سيدرك حاجته وسيأتي الأولاد وسيجاهدون في سبيل الله لكن كما سمعت لم يحصل ذلك إذا ما هو الاستثناء هو أن يقول الرجل بعد كلامه أو بعد يمينه إيش إن شاء الله ومن ذلك قوله تعالى في أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرموا إنها مصبحين ولا يستثنون أي ولم يقولوا إن شاء الله هم قالوا سنصرمها أي سنقوم بحصاتها في الصبح ولم يقولوا إن شاء الله نعم فذهبوا وهي كالصريم كالليل المظلم إذن نستفيد من هذا الحديث أن الرجل إذا حلف اليمين فقال بعدها إن شاء الله ولو بصوت لا يسمع أحد يسمع الذي هو يسمع نفسها إن شاء الله بصوت صغير فإذا قال ذلك ثم حنث ليس عليه كفار ولهذا ننصح بأن الإنسان إذا حلف ياتي بكلمة إن شاء الله فب كما كما كياندelia katika hii ya hadithi ya Bioreira أكيونgezea kusiana na Bioreira pia he halikuwa na shida sana ya njia ya halikuwa na paka na anaanguka chini kwa sababu ya njia hambea halikuwa na anaangaika nayo lakini halikuwa na jitahidi kufatilia uifathi ya hadithi kwa kuwa halikuwa ni mtu hambea anajitahidi basi na pia likuwa na shida hii ya njia paka naanguka hakasema pia siku moja anataka labda achukuliwe na maswahaba hile apeleko nymbani ya kapatue chakula hakasema ngoja ni muulize Omar swali hile hile aweze kunipeleka nymbani kwake basi halipo toka Omar musikitini haka mzuia njiani kama muuliza swali haka muuliza swali fulani haka anjia basi Omar yaka mjibu hile swali wizuri haka muacha basi halipo muacha basi haka wana balu hajapatia katika au hajapatia hile kutatulua hile shida hake anjia halipo toka pia abu bakar haka muuliza hilo 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 swali anadhani labda abu bakar yanaweza kugundua kwamba huyu huyu hajia hake ni chakula halipo toka mtume salongao salam basi mtume haligundua kwamba huyu hili suali anadhani lakini hajia hake ni chakula basi mtume haka muita wakaenda nyibani kwake basi kulikuwa na maziwa mbe hamebakia pale haka muambia abu reira haweze kuwaita wale ashabu so wale wanakaa kule semu wamejikusanya wanakuja wakanyo maziwa basi akabakia abu reira pia kambiwa na mtume kunywa akanyo paka kashiba basi mtume pia akamalizia hao maziwa wakari abu reira halikuwa na shida hiyo yanjia angalia halikuwa na njia kubwa lakini anajitahidi kuhusiana na ilim kuhifadhi hadithi nyingi wakanyo huyu nisemu ambayo inatufundisha kuhusiana na watu kujitahidi hata kama na shida gani awaze kujitahidi akasema anin nabi sallallahu alaihussalam kala hii hadithi mtume nasema kala sulaiman ibun dawud nabi nabi ya nabi akasema huyu sulaiman mtoto wa dawud ambeni nabi wa allah huyu sulaiman babaki ni huyu ambeni dawud wateni nima nabi wa allah basi huyu sulaiman na dawud hawa walikuwa ni wako katika zama za zama za bada musa yanu walikuwa ni bada musa kupita basi huyu sulaiman na huyu dawud ambeni babake diwakawa katika hizo zama bada musa kupita basi wakawa katika baina musa na baina arisa walikuwa katika tipale kuwakawa ni manabi ambeni walikuwa wako katika zama hizo kuwakasema pia okitoka hapo bada aisa pia diwakumia sulaiman wa sulaiman wa sulaiman dalili zinaonyesha bada aisa kulikuwa na hamna mtumia mungine sipokuwa mtumia sulaiman wa sulaiman wakasema 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 huyu nabiwa Allah nasema huyu aliyapa kiyapo huyu sulaiman ibon dawud alileta kiyapo wakasema hivi la atofanna lailata wala sabiayina murata mimi na apa kwa Allah ntawazungukia ntawazungukia wanawake katika usiku moja wanawake mbe ni sabini ntawazungukia 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 wate kwa usiku moja awa wanawake sabini pia imekujaru wa zingine wanawake mia pia au wanawake siten imekujaru waya kama hizo kwa hiyo huyu tulaiman hiliyapa ikia pohicho atawazungukia wakasema usiku moja wate kwa mara moja lakini hakusema hakusema neno hile inshaallah hakusema kulluhuna ya taati biulamin hakusema nikawazungukia hawa wate takua wajina na kijana mbeni anapigana katika njia ya Allah yukatulu fi sabili la yani mtawazungukia wate hili wajina kijana mbena anapambana katika njia ya Allah wa hiyo hiyo hili sema hibo halipo sema hibo kanyamaza hakuleta neno hilingine tena wamba minta na apa kwa Allah ntawazungukia hawa anawake wate katika usiku moja wate kila moja aweze kuja na kijana mbena naweza kupigana katika njia ya Allah akasema 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 fakala lahu suahibu akamuambia mwenzake au al-malak au yule 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 jibrilu ambaya analeta wahai yule malaika ambaya likuwa analeta wahai akamuambia yani akamuambia huyu Suleyman kul insha Allah sema insha Allah liposema hibo ntawazungukia kusema insha Allah akakumbusho haweze kusema insha Allah akasema falam yakul wanasia hakusema hili neno insha Allah akasahau na hiku sahau ni hile hakumbuki kabisa siyo kwamba meacha amesahu moja kwa moja hakumbuki chochote kweo akasema falam taati wahida minisai hii ila wahida akasema hakuleta yote katika wale 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 katika wanawake yote yule mwenye mtoto ispokuwa mwanamuke moja tu alikuja na huyo mtoto lakini jia atibeshequin walami lakini huyo mwanamuke alikuja na mtoto ambe ni nikipande siyo mtoto ambe hajakamilika ni mtoto ambe hajakamilika nikijipande fulani hivi hakijakamilika kwa hihi ni sababu ya hihi hakusema inshaAllah hakasema pia angalia huyu alikuwa na wanawake wengi sana inawaza mtu anawaza kuuliza au anawaza kuleta maneno ya matusi inawaza kanaje huyu alikuwa na wanaka wengi imu kwa hivi ni kuamba Allah alikuwa na wajalia mitume wake nguvu walikuwa na nguvu nyingi sana diyo mana Allah kawajalia mitume wake wakawa na nguvu nyingi diyo mana hata pipia mtume salam alikuwa pia anawazungukia wake zaki wote kwa usiku moja kwa ile ule mwogo moja kwa hihi anawazungukia wote alafu njia naenda kuoga na iya likuwa na wanawake kumna moja mtume salam wa iya mtume waliruzukia na walipewa nguvu nyingi tofoti na watu wengine pia katika zama hizo wawali walirusiwa kuwa wanawake zaidi ya ya wanne lakini zama hizi imefikia ni wanne tumwisho haurusiu mtu kuongeza zaidi ya hapo wanakuwa ni tofoti ya manabi na hawa tuwengine ambea shirimi kuja himu kuwa kasema hawa kuja na mtoto hata mwajis pokuwa huyu huyu ambea mekuja na kipandi cha mtoto sababu ni kwamba hakusema insha Allah fakala rasul Allah mtume kasema walau kala insha Allah law huyu angesema insha Allah lam yahnath wakana darakan lahu fi hajati yani asinge rudia katika kile kia pochake yani kama angesema insha Allah asinge kuwa nadeni katika hicho kia pochake lakini angesema insha Allah asinge kuwa na jambo lolote la kudaiwa lakini ilimbradi ajasema insha Allah basi kuna tokia kitu ambacho diyo mana hawa toto haukupatikana waingekuwa mesema insha Allah hiyo hajaki ingetimia namana wote wange wote wange za watoto wote wanapambana katika njia Allah lakini hea kusema hilo nemo basi ikawa ni sababu yee kutopatiwa hawa watoto kwa kasema hiyo hadithi inatufundisha kwamba chochote ambacho kitaka kusema au kitaka kufanya jambo filani inatakua sema insha amba ndiyo hadithi inafundisha hivu kwamba mimi tasafiri insha Allah na hili neno unasema wakati ujiao wakati ujiao makini katika hili neno nakusema insha Allah nintafani jambo filani insha Allah hini nisema ya muihim sana wa min tarif ma yudhkar wa yansibuna hada ila juhah wa juhah hada huwam ila ttabi zin wa hali hili 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 lw nesabha ila juhah wa yedhkurun an hul lahu a'alb min saha te yakulun an hul khan yurid an yedhhab ila sوق wa yedhury himara khal saha eedhhab eedhury himara khal lahu khal in shaha Allah ya juhah khal hul lus fi ljib wal himal fi sوق al-mim dhhab ila sوق sark ma lahu urjah yedhruq al-bab man khal juhah iftah in shaha Allah iftah al-bab in shaha Allah ya iedhara akhad ha a-stafad al-dars hila laki yedhula b-ay jih haja iftah al-bab in shaha Allah ma arrof an-hada ma yukal hi in shaha Allah لكن كما سمعتم يعني كثير من هذه الاشياء التي تنسب إلي ليست صحيحة طيب هنا سؤال هل ثبت أن سليمان ترك خاتمه على كرسيه ودخل الحمام فجاء جن من الجن وأخذ الخاتم بدأ يحكم وما استطاع سليمان أن يحكم بسبب الخاتم صحيحة ليست صحيحة ذلك الإسرائيليات ما جعل الله حكم سليمان في خاتم إنما الله سبحانه وتعالى مكنه وأعطاه وليس في خاتم أن من أخذه صار حاكم سليمان نعم سليمان 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 إذن إن شاء الله أن يقول لهم إذا قالها بعد اليمين ما في عليك الثارة فهمتم؟ مؤذن يؤذن ترجمة نانسي قنقر 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 في العمل أين عمله في السماع أنت تؤشرها قريب 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 ما شاء الله ما شاء الله هنا سؤال من الذي بنى المسجد الأقصى من الذي بنى المسجد الأقصى راهيم ما هو سليمان جدده هكذا داود إذا كان داود هو الذي بنى فماذا تقول خواعد سليمان خواعد سليمان ولا لبنى طيب سواء سواء كان الأب أو الإبن فماذا تقول في هذا الحديث أن أول من بنى أن أول بيت يعني أول من رفع قواعد البيت الحرام المسجد الكعبة إبراهيم صح فقيل للنبي عليه الصلاة والسلام كم كان بين بناء الكعبة وبين بناء المسجد الأقصى فقال أربعين سنة فقال أربعين سنة الفارق بين بناء الكعبة وبناء المسجد الأقصى فإذا كان يقول أربعين سنة فإذا بين داود وسليمان وإبراهيم آلاف السنين فهل أنت متراجع؟ إذا نعم كما قال سعد الذي بنى هو إبراهيم إبراهيم بنى المسجد لا بنى المسجد الأقصى لكن سليمان جدده سليمان قام بتجديده ولهذا اليهود يطالبون بهيكل إيش؟ يبحثون عن هيكل سليمان أن سليمان كان هناك هو الذي يعني جدد بعد أن تأثر بالسيول والأمطار وما شابه ذلك فقام سليمان بتجديده تفضل أكسما 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 مبأي كواساwa aliyo ujenga ni Iborahim. Huyo ya li ujenga. Pamoja na alijenga pia Masjidil Haram na pia na Masjidil Akswa. Ya li zijenga. Alafu bade huyu Suleiman akaja kuujadidisha upia. Yani alikuja kuendeleza ile Masjidil Akswa. Alikuja kufanyo kani ni umpia. Lakini tari ilisha uliisha jengwa za maheizuna Iborahim. Nahan. Izan ila huna subhanaka wa bihamdik. Nashhadu ala ilaha illa. Nastaafir wa kainatubu ilayh. Wagadan hiya muhazara akhina abirafi insha'Allah. Waisama kishakuna muhazara duwiatu abirafi insha'Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Wa janka muhazara dobi. Allah uswem'u abirafi insha'Allah. Nasa'Allah. Nasa'Allah.